أعلنت مصر رفضها البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي يطالب فيه بالإفراج عن مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي بعقوبته حاليا وقالت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان يقود عن عمد يقود استقلالية القضاء وسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وقالت البعثة أن وصف قرار قضائي بأنه غير عادل يمثل إهانة غير مقبولة وقالت البعثة أن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان لهذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشأ لولايته ويعالج قاضية فردية على أساس انتقائية